ينزم إلينا من القاهرة المحللة لأسياسي الليبي دكتور محمد الزبيدي دكتور محمد لو تحدثنا عن تقارب أحرزه هذا اللقاء برأيك ما هو حجمه في ضوء وجود بعض الاختلافات بين الأطراف التقارب المجتمعين متقاربين بغض النظر عن النتائج التي أسفر عنها اللقاء لأنه هو الخلاف ما بين المتغيبين الموجودين في طرابلس للتابعين لجماعة الإخوان المسلمين والمحسوبين على بعض الميليشيات الجهوية القبلية هؤلاء قاطعوا المؤتمر ولم يحضروا الذين حضروا 75 نائب من أصل 188 نائب فجانب الإيجابي الوحيد في هذا اللقاء هو أن مصر أثبتت أنها الدولة الوحيدة التي تعمل على توحيد الرؤى ما بين الليبيين سواء المؤسسة العسكرية أو التشريعية أو التنفيذية أو حتى المنظمات المجتمع المدينة والحزاب السياسية بالإضافة إلى أن مصر أرسلت رسالة للعالم بأن مصر تعترف بمجلس النواب كممثل وحيد شعب الليبي منتخب من القاعدة الشعبية لكن على ذلك لا أعتقد أن هناك نتائج ملموسة يمكن البناء عليها وأن مجلس النواب قد نجح في تسجيل اختراق معين لعدة أسباب أولاً رئاسة مجلس النواب لم تكن حازمة ولم تكن شديدة التمسك بالنظام الداخل للبرلمان فيما يتعلق بمحاملة النواب المقاطعين هناك نواب قاطعوا مجلس النواب منذ انتهاء ولاية المؤتمر الوطني وانتخاب مجلس النواب سنة 2014 لم يحضروا أي جلسة من جلسات مجلس النواب وبالتالي هنا إلى أي حد يمكن التعويل على مجلس النواب في ضوء أيضاً بأن الاجتماع اليوم مشاهدة انقساماً حاداً وأن هناك نقاط رئيسية ربما غابت لم تضمن في سياق البيان الختامي أحسنتي فعلاً هذا الغريب يعني الـ 75 نائب اللي تواجدوا كان من الممكن أن تكون رؤيتهم موحدة حيال كل المواضيع التي تخص الشأن المحلي لكن مع ذلك بينهم وناس لديهم ارتباطات ربما بالجماعة اللي موجودين في طرابلس اللي فتحوا مجلس نواب آخر موازي لمجلس النواب الموجود في المنطقة الشرقية ولذلك عرقلوا أي مشروع قرار أو أي اتفاق حيال موضوع المؤسسة العسكرية الموقف من الجماعات الإرهابية الموقف من حرب في طرابلس الموقف من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلم يتم الاتفاق حتى بين الحاضرين بالرغم من الوجود المصري الراعي لهذا المؤتمر وبالتالي هنا سيد محمد يعني لابد أن نربط جميع الاتفاقات والمحاولات لإنقاذ أو الخروج من هذه الأزمة بما يحدث اليوم على الأرض أهمية الخط الذي يقوم بها الجيش الليبي اليوم والمعارك التي يقومها في طرابلس في دعم المسار السياسي مسار السياسي وحوارات ومؤتمرات ولقاءات هذا استنفذت أغراضها ليبيا منذ 2011 وكل مؤتمر يلد مؤتمرات وكل حوار تنتج عنه مؤتمرات ولكن دون جدوى تدخلت الأمم المتحدة وبعت الأممية ست مبعوثين للأمم المتحدة للأزمة في ليبيا الاتحاد الأفريقي الجامعة العربية لقاءات في كل مكان الموضوع في ليبيا لا يمكن أبدا الحديث عن مشروع سياسي عن حكومة وحدة وطنية عن مصالحة وطنية عن مصالحة مجتمعية إلا بحسم المعركة نهائية لصالح القوات المسلحة عندما يحسم الجيش المعركة بالكامل في ليبيا حينئذ يصبح للحديث معنا عن لقاءات حوارات دستور ومصالحة وطنية حوار مجتمعي إلى آخرين أما الآن هو هذا الأمر عبارة عن شراء للوقت ونوع من الترف السياسي ترى ونقاشات صالونات المترفة أشكرك جزيلا بالخيال لا أكثر ولا أقل لأن هذا الأمر لا يمكن أن يؤتي أكله على أرض الواقع شكرا جزيلا لك من القاهرة المحلل السياسي الليبي دكتور محمد الزبيدي